أستاذ هواري العنوان القادم هو المنتخب يفجر أزمة في حراسة مرمى الزمالك وسر غضب فيتوريا طيب الموضوع ليه الشقين زمالك ومنتخب نتكلم على موضوع الزمالك الكريم عواد اللي كان بيلعب وكان موجود صبحي خد مطشوط وبدأ يدخل زمالك كسب التراجي في وجود محمد صبحي فقال لك نكمل فحصلت أزمة عواد أتكلم مع جهاز الفني أن أنا دلوقت أنا المفروض كنت رايح المنتخب وموجود مع المنتخب أما قاعدتوني أنا خلاص كده هبايد عن المنتخب محمد صبحي تكلم هو كمان مع الجهاز الفني أنا لازم أكمل عشان أنا اللي أروحي المنتخب فاتفجرت أزمة جوه أروحة نادي الزمالك من قصة المنتخب الشك الثاني في المنتخب نفسه أن المنتخب الجهاز الفني غاضب من مستوى حراس المرمى الشيناه في مستوى تراجع كبير جدا ما فيش حارس سابت في الزمالك ومي بيقدمش مستوى سابت فأنت عندك الحراس أصلا اللي بتعتمد عليهم مستوى متراجع جدا ففي حيرة جوه جهاز المنتخب من اختيار الثلاث حراس أو الأربع حراس اللي هيكونوا موجودين الحارس اللي عليه شوية شايفين أنه هو ماشي كويس يعني ما فيش أخطاء بتؤدي كريم لأهداف أو بتؤدي لخسار اللي هو فريق بيرامز والحراس أخمد الشيناه هم شايفين الشيناه مع بيرامز ماشي بشكل كويس وأخطاءهم مثل مثلا أخطاء زي مثلا الشيناه الأهلي في ممبرات ساندوينز خطأ عواد في ممبرات التراجع اللي زمالك خسرها فهم عندهم مشكلة في الاختيار دلوقتي وعندهم المشكلة أن طيب مطش الأهلي هل علي لطف اللي هيخش في الشيناه هيبقى بعد طب عواد اللي كان مفروض ان احنا هنضمه فهي عاملة مشكلة فهما مستنين انه مطشين عشان يحسنوا التلاتة اللي هينضم فيه أي مفاجأة في حراس المرمى من الأندية اللي موجودة في الدول الماس أسماء مش مكتش موجودة في المنتخب كتير؟ لا يعني ما أعتقدش بشكل عام أصلا كمان عقايمة اللي أنا برضو أنا سألت في القصة ده كريم بشكل عام مش هيلوء مش أسماء كتير يعني مثلا مران عطيها يخش ده بالنسبة لهم هم اللي مش مفاجأة كان موجود معنا قبل كده ملعبش وخرج بس هو مش مفاجأ لكن فكرة ضم لعيبة جداد لأول مرة بعدد كبير دي مش هتبقى موجودة في مركز حراسة المرمى في حراسة المرمى هم مستقرين هم يتبقى ثلاثة لو في رابع لو المطشين التلاتة الجيندول في حرس يعني نور جامد عظيم